مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وتحقيق الدول الغنية بالذهب الأسود إيرادات عالية يتوقع عادة سكان هذه الدول انفراجة اقتصادية قادمة مهما بلغت الأزمات إلا إذا كانت منتمية لدولة هشة ينخرها الفساد كالعراق تخبط وفشل اقتصادي وفساد حكوم عكس سلبا على حياة العراقيين بشكل مباشر ويظهر ذلك جليا في استمرار ارتفاع أسعار المواد الغدائية بطريقة غير مسبوقة وقد وصل إلى الضعف باعتراف وزارة التجارة التي برر ذلك بالوضع العالمي المتأزم على الرغم من أن موجة الغلاء مرتبطة وفق سياسيين وخبراء اقتصاديين بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار مشكل ضربة موجعة للاقتصاد العراقي المتهاوي وللمجتمع في العراق والذي يعصف به الفقر والبطالة وبات ثلثهم يقترضون من أجل توفير قوت يومهم وفقا للعمم المتحلة ومع استمرار تأزم الوضع التجاري العالمي وغياب الحلول لدى السلطات لا تمتلك في جعبتها أي خطط لمعالجة هذه الأزمة تؤكد وزارة التجارة أنها لا تملك ما يكفي لتوزيع السلة الغذائية لمدة 12 شهر وهي السلة بالأساس أثارت غضب المجتمع بسبب الرداءة الشديدة لمفرداتها الغذائية وذلك بعد أن خفضت الوزارة أوزان المواد الرئيسة لهذه السلة والتي تعد عصب الحياة الأساسية لأغلب فئات المجتمع في العراق ويبدو أن محاولة حكومة الكاظم توزيع السلة الغذائية وهي جزء من نظام البطاقة التموينية منذ شهر تموز الماضي باتت بابا جديدا للفساد الحكومي والذي بات يتغلغل في جميع مفاصل وزارة التجارة حيث طالب 18 نائبا من البرلمان الحالي باستجواب الوزير على أحمد حسين بسبب شوهات فساد في توزيع مفردات البطاقة التموينية بعد رصد مبالغ كبيرة لها من الموازنة دون توفيرها للمواطنين واستنادا إلى الواقع العراقي المستمر منذ نحو عقدين سيبقى الباب مفتوحا أمام أسوأ الاحتمالات مع أي طارئ جديد قد تشهده الساحة العالمية سيستغله بكل تأكيد الفاسدون الحكوميون لملء جيوبهم ويدفع ضريبته المواطن البسيط